بداية الاسبوع وبالتأكيد ما ينفعش نيجي كده ويدنا فضية أكيد لازم نيجي النهاردة معنا أخبار وكواليس وحصريات وانا عارف جمهوري الاهلي في أخبار كده وانا بيحب يسمحها من بدري وأخبار بيهتم بيها وعايز يعرف مشوار الفريق الفترة اللي جاي النهاردة قدر الامكان هنقول لكم كل التفاصيل وكل الجديد عن مباريات الاهلي الافريقية والدولية مع الاتحاد الافريق والاتحاد الدولي حتى نهاية العام كل الموعيد كل التوقيتات حتى لما تسافر قطر هتلعب مباراة كاس التحدي هتلعب مباراة استادلوسيل الساعة كام جبنا لك كل التفاصيل طب دور الأبطال أول مباراة إمتى والساعة كام وآخر مباراة إمتى كل ده النهاردة معنا بكل التفاصيل حالة بالتأكيد هتكون مليانة أخبار وحصريات كتيرة جدا عن النادي الأهلي وعن منتخبنا الوطني وكمان ملف التحكيم اللي بالتأكيد لسه مستمر معنا خلال الأيام الأخيرة الفريق أكيد خد راحة خلال هذا الأسبوع نتيجة طبعا الأجندة الدولية لمنتخبضة الوطني فرصة مرسي الكولر يلتقط الأنفاس راحة سلبية للفريق حتى نهاية الأسبوع استيناف التدريبات بإذن الله هيكون يوم الجمعة اللي جاي وهي فرصة جيدة لتصحيح الأوضاع والترتيبات للمرحلة اللي جاي الأهم أن الأهلي قبل التوقف الحالي متصدر الدوري بالعلامة الكاملة وأكبر رصيد من الأهداف لكن قبل ما أدخل في التفاصيل للأسف يمكن السوشيال ميديا بيبقى فيها شائعات كثيرة جدا والشائعات في البعض بيتعامل معها لأنها أمر واقع والبعض بيتعامل من أعلى لأنها حاجة مسلمة وأكيدة ولكن لما تسمع الخبر من المصدر بتلاقي الشائعات دي كتواغدك في سكة تانية مختلفة بدليل هدي مثال صغير على شائعات السوشيال ميديا النهاردة إحنا في التريند قدر إن كان بنحاول نتكلم عليها طلعت إشاعة أن النادي الأهلي طلب من الاتحاد الدولي أن يحط شعار بطل القارات الثلاث على التي شيرت الرسمي بتاعه مهندس خالد مرتجي في حوار تليفزيوني بالأمس نفى كل دو قال أن النادي الأهلي لم يطلب ولم يفكر في مثل هذا الأمر بالإضافة لأن الاتحاد الدولي هذه الألقاب أو هذه الشعارات بتبقى أمر يخص هو لما بيبقى شايف اللي انتا هتحتاج تحط البطولة دي على التي شيرت بتاعك هيبلغك لكن البطولة لسه مستمرة ده لسه فيه كأس التحدي ولسه فيه كأس لدرب الأمريكتين يوم 11-12 ولسه فيه كأس انتر كونتيننتا اليوم 18-12 فالبطولة لسه مستمرة بالعديد من الألقاب والكووس حتى المباراة الأخيرة على ستدلوسيل يوم 18 ديسمبر هذه واحدة سوشيال ميديا قعدت أسبوع كامل وصور تي شيرتي نزلت وفي الآخر تلاقي الكلام كله الناس بتحاول تصطنع معلومة في الآخر الموضوع كله غير صحيح كمان من الشائعات الانتشرت على السوشيال ميديا وكانت زي عملت جمرة نار على السوشيال ميديا المشكلة كانت بين حسين الشحات ومحمد الشيبي مبارح لما حصل تصالح ما بين الاثنين في حفل ديرجست لتسليم الأفضل على مدار عام موسم 20-24 سوشيال ميديا يمكن الغالبية العظمة تعاملت مع الموضوع شكل إيجابي ولكن كل واحد كان بيتعامل مع الأزمة دي وبيحاول يكبرها ويشعلها مبارح ما شفتش لا بوست ولا تويتا ولا صورة على الإنستجرام نفس الأشخاص ونفس المجموعة اللي كانت بتحول تشعل للأزمة مبارح هختفت تماما من المشهد إذن علينا أن نتعامل مع السوشيال ميديا لأنها مش أقول فعل اتعامل معها لأنها رد فعل أنت الأساس أنت كمشجع أو أنت كمسؤول أو أنت كلاعب أو أنت كإداري الكل بلا استثناء السوشيال ميديا بالنسبة لك رد فعل وليست فعل تاخد منها وتشتغل عليها اتعامل معها لأنها دايما بتبقى مرآة أو اللي أنت بتقوله بينعكس بإما بالإجاب أو بالسلب لكن في بعض اللجان بتابع على السوشيال ميديا بتاخد أزمات وتقبرها أو تاخد خبر وتستنع وتفتكس بلغة السوشيال ميديا وبالتالي تصدر لك أزمة اتعامل معها دايما لأنك أنت الفعل وهي رد الفعل لأنك لو تعملت مع السوشيال ميديا لأنك أنت رد الفعل هتعاني كتير جدا وإحنا هنا أكيد في قناة الأهلي ومن خلال النادي الأهلي بنشوف أخبار كتيرة دايما بتبقى في السوشيال ميديا غير إيجابية ولكن ما بنتفعلش معها لا بلايك ولا ببوست ولا حتى بشير ولكن دايما بنتعامل معنا احنا بنقول الصح إيه والغلط إيه وعشان كده دايما هنا حتى في قناة الأهلي ومن خلال برنامج التريند بنسبق بالمعلومة من بدري أو لو في قضية بنثرها من بدري عشان نقفل أي مساحة لأي حد عايز يشتغل كلجنة أو يشتغل كشعلالة الرأي العام أو إيهام الرأي العام بمعلومات غير صحيحة دي مقدمة كانت مهمة جدا بخصوص السوشيال ميديا والكلام اللي بيتكتب واللي بيحاول البعض يستنوا عشان يصدر أزمات للأهلي سواء حتى في تي شيرت النادي الأهلي والصورة اللي كانت مفابركة أو حتى موضوع حسين الشحات والشيبي اللي انتهى بكل شيء إيجابي مبارح صورة كلنا أكيد أسنين على الاتنين لعيبة وعلى كل الأطراف اللي سهمت في حل الأزمة بشكل ودي على هامش حفل دير جست اللي كان أكيد حفل فيه التسليم يعني العديد من لعب النادي الأهلي ومؤسسة النادي الأهلي تكريم كبير جدا على جهد كبير شفناه على مدار الموسم سواء العيبة أو جهاز فني أو حتى على مستوى النادي الأهلي كمان النهاردة هيكون معنا ضيف مهم جدا هو لأول مرة في برنامج التريند ولكن وجوده النهاردة مهم معنا عشان حاجات كتيرة أولا قطاعات الناشئين قضية التسنين عندنا منتخب مواريد 2008 حاليا موجود في المغرب عنده تصفيات 17 سنة كل قطاعات الناشئين وأزمتها في القرى المصرية القطاع الناشئين في نادي الأهلي بيتعامل معها إزاي؟ هل النتائج بالنسبة لنا هي الأساس؟ ولا تنمية القدرات؟ وأنك تقدر تجيب مواهب وتصدرها للفري الأول؟ كل دي أكيد ملفات هنتكلم فيها مع الكابتن بدر رجب اللي كان لي مشوار طويل جدا في هذه الجزئيات وفي هذه التفاصيل النهاردة هنتكلم معاه فيها لأن السوشيال ميديا كانت برضو جزء لا يتجزأ من فكرة قطاعات الناشئين والأعمار السنية والتسنين وكل الأضايا اللي شفناها في الفترة الأخيرة ترجمة نانسي قنقر